مساعدات جديدة لإغاثة النازحين العراقيين الفارين من مناطق القتال في البلاد لسد احتياجاتهم اليومية من غذاء وكساء احتياجات مليوني نازح تشكل عبءا على المجتمع الدولي فيحاول الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعدات لبعض هؤلاء خاصة وأن حكومة اقليم كردستان تعجز عن توفير المساعدات لهذا العدد الكبير باسم اقليم كردستان حكومة وشعبا أعرب عن الامتنان لمبادرة الشيخ خليفة ودولة الإمارات على المساعدات المقدمة للنازحين واللاجئين الذين يربوا عددهم على المليونين ونثمن عاليا فتح مكتب لمنظمة الهلال الأحمر الإماراتي في الإقليم لم تقتصر عمليات الإغاثة على النازحين اللاجئين بل تعدت لتلبية احتياجات مسنين ومرضى ومعاقين بموازات مشاريع توفر العمل لعشرات اللاجئات في مشاريع كثيرة مقبلة أو الامارات سوف تقوم بها في الغريب العاجل إن شاء الله في أربيل العراق منها طبعا سقية الإمارات مشروع سقية الإمارات وهو معنى بإيجاد الماء لصالح الفقراء حول العالم وبالخص في أربيل العراق وتبقى المساعدات عاملا مخففا لمعاناة اللاجئين والنازحين الذين ينتظرون عودتهم لديارهم بعد استقرار الأحوال هذه الدفعة من المساعدات العاجلة التي قدمتها منظمة الهلال الأحمر الإماراتي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بحسب مصادر المنظمة ذاتها فهناك مشاريع أوسع نطاقا ستنفذها جهات ومنظمات خيرية إماراتية داخل مخيمات النازحين واللاجئين في إقليم كردستان في المستقبل القريب هيو عزيز سكاي نيوز عربية مخيم دارة شكران أربيل ترجمة نانسي قنقر